وقالوا لنا قدية كانت جدتي تقول الجملة دي بالمناسبة عبد الله كان بفكر بيقالها دي جدتي كانت لك في برامهات روح الغطوهات كانت جدتي حفظة تقويم الإبطي كله بكل جملة مأثورة مرتبطة بالشهر الإبطي حلو طيب بالتزامن مع بدء التقويم القبطي القبطي هنا أي كوبتك مصري خيبتوس خيمت كيمت فيه أسرار أمثال أسماء دلالات اوعى تفتكر المصري القديم كان سيبها كده جهجهوني إطلاقا فلاح يعني مهندس الفلاح ده مش حاجة فلاح ده مخ إزاي عارف يعمل كل ده إزاي عارف يرتب كل ده إزاي نظم العمل إزاي عارف حركة الشمس والنجوم وأوقات المطر والصف والحر والشتة وحركة الشمس إيه كل ده خلونا نقابل لأول مرة في هذا البرنامج بالرغم أن احنا تكلمنا مرات كتير جدا على التليفون يعني رجل محترم جدا من خبراء الآثار المصرية أحد أبرز وأجمل أثاريين اللي دايما متعاون معنا الأستاذ علي أبو تشيش عضو اتحاد الأثاريين منوارنا أهلا بحضرتك وبحييك على ثقافتك الأثارية دايما لا والله ده أنا حاجة على قد يعني وجزء من ثقافتي الإبطية جاي من جدتي آه طبعا ويمكن ده كان حال الجدات يعني في طول الوقت آه طبعا طبعا الأول حتى وإحنا قد نتكلم على مسألة التقويم القبطي هو التقويم المصري القديم تمام يفهمك عمره قد إيه؟ هو بيرجع من حوالي 3200 سنة لأن المصر القديم زي ما حضرتك تفضلت وقلت هو برح في كل حاجة ومهنة الفلاح زي ما حضرتك قلت دي قامت عليها الحضارة المصر القديمة لأنه له للزراعة ما كانتش مصر وله له نهر النيل ما كانتش فيه زراعة ولا تجارة ولا صناعة ولا بناء ولا عقيدة لأن عقيدة المصر القديم برضو جات من أنه يشاهد الفيضان يفيد ثم يغيد ثم يولد من جديد والشمس تطلع وتغرب وتطلع تانفالي أنه لازم أبعث من جديد زي نهر النيل فعمل التحنيط اللي هو أداله السر البقاء ويدخل بعد كده الجنة اللي هي حقول الإيرو المصر القديم زي ما حك تفضلت وقلت دلوقتي من خلال مشاهدته للزواهر التبعية ومشاهدة نجم الشعر اليمانية اللي هو بداية ظهور الفيضان قدر إنه هو يظهر كل 36 يوم نجمة عشرية في السماء فضرب 36 في عشر أدانا 360 يوم ثم الخمس أيام اللي هم أعياد الأليهة إزيس وأزريس وحورس وست ونفتيس فال365 يوم الفيضان ونهر النيل والزراعة هي اللي ضد التقويم اللي إحنا ماشيين عليه لحد دلوقتي اللي العالم ماشي عليه العالم كله قياسة 365 يوم هذا خلص جد من المصر القديم ترجمة نانسي قنقر